بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يا مولانا يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الخواتيم لها أسرار وختام حياة الإنسان يتوقف عمله عليها وتتوقف عاقبته عليها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إن الخاتمة فارق مهم في حياة كل إنسان بين دنياه وأخراه ولذلك قال مولانا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إن الصالحين يختم لهم بالختاب الطيب يختم لهم بالتوحيد يختم لهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وغيرهم والعياذ بالله يختم لهم ختاما آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المسلم أن المؤمن إذا أراد الله به خيرا عسله جمله حلاه إن صح التعبير قالوا وما عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح فيموت عليه إذا أراد الله بعبد خيرا يستعمله قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح فيموت عليه أو يوفقه لعمل صالح فيموت عليه ويرضى الناس عنه بأخلاقه الطيبة بسمته الطيب الصالح بتعامله الطيب مع الناس إلى غير ذلك الاستقامة إنما لعوجاج لا يجدي أحبة الأكارم من الأمور التي تعين على حسن الخاتمة وأن تكون خاتمتك خاتمة طيبة أكل الحلال السعي الحلال طلب الحلال ذكر الله الطاعة العبودية التواضع التواضع لله سبحانه وتعالى رب معصية أورست ذلا وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا رب معصية جعلت صاحبها في توبة على الدوام في انكسار على الدوام يوفقه الله سبحانه وتعالى لخلق التواضع لخلق التواضع الذي به يكون منكسرا بين يدي مولاه سبحانه وتعالى طالبا خاتمة طيبة هناك أهل الاستقامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهل الصلاح لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ليس هذا كلامنا إنما كلام مولانا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فيا أيها الصالحون تتنزل عليكم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أنتم مؤيدون في الدنيا مؤيدون حال الاحتضار مؤيدون في الحياة البرزخية مؤيدون في الساعة مؤيدون يوم القيامة مؤيدون في كل أموركم وأحوالكم أنتم في روضات الجنات تنعمون بإذن الله تعالى بحسن الخاتمة لأن الخاتمة ملخص الحياة ملخص الحياة فأخلص لمولاك سبحانه وتعالى اللهم أحيينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وحشرنا في زمرة أمة الإسلام تحت لواء رسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله